بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جي المصري موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم في عن الفريلانسر ونعتبر ان الحلقة دي خاصة بشوية دردشات كده نعملها مع بعض اول حاجة يعني فريلانسر يعني عمل حر يعني ايه انها ملتزمش بعقت مع الشركة علشان اتدار ادي لها خدمة اول حاجة يا جماعة الفريلانسر هم ناس عندهم خبرة في مجال معيق بيقدروا يعرضوا الخبرات بتاعتهم الحاجات دي على مواقع بسيطة زي مواقع فيفر زي موقع خمسات وهنا اعرض المواقع دي برضو بالتحديد نتكلم عنها في فيديوهات تانية المهم الفريلانسر ناس عندها فكرة معينة برعة فيها زي مثلا ناس كويسة جدا في مجال البرمجة فبتقدر تقدم خدمات برمجية للناس اللي بتحتاج ان هي مثلا تعمل موقع زي ويب سايت او كلام من ده انا واحد من الناس ممكن هدخل اولا عايزك تعمل لتزاي الموقع فتزاي الموقع ممكن انا اشتري من فيفر او من خمسات او من اي موقع للفريلانسر والميزة في الموضوع ان انا مش هتعب نفسي في تصميم الموقع لا انا هخلي حدي يصممهولي بمقابل مادي دي اول حاجة عن الفريلانسر تانية حاجة ايه مميزات الفريلانسر المميزات يا جامعة ان انا مش هحتاج ان انا قمض عقد مع شركة مش هحتاج الوسيط بيني وبين العميل مش هحتاج ان انا اضيع وقت ومجهود 24 ساعة عشان ادي خدمة معينة لا الخدمة بتاعتك دي بتبقى خدمة مؤقتة مفيش فترة زمنية محددة للخدمة يعني انا ممكن فاقي واحد اقول لك خلاص انا مش محتاج الخدمة دي وده برضو عيوب للخدمة مش ميزة ليها وفي نفس الوقت ميزة ان انا بتحرك تعمل كذا خدمة مع كذا بحيث ان انت ممكن تعمل عشر احداشر خدمة في اليوم الواحد لكذا عميل ايه عيوب بقى الخدمة دي او ايه عيوب فريلانسر وايه عيوب العمل الحر اول عيب ان انا مش شغل بعقد يعني ممكن فاي وقت يقول لي لان مش محتاج خدمتك فاستغنى عن خدماتك دي اول عيب من عيوب الفريلانسر تاني عيب ان مش اي حد هيصق فيك في البداية يعني صعب جدا ان انت توصل لمستوى كويس في البداية في عيوب تانية بس عيوب عادية جدا انها مثلا لازم تكون انت على اداء معين بالخدمة اللي انت بتقدمها تكون الخدمة اللي انت بتقدمها كويسة وان الناس محتاجاها علشان تقدر توصل للناس الحلقة الجاة ان شاء الله هنتكلم شوية عن موقع مواقع الفريلانسر او ممكن برضو نتكلم شوية عن الفريلانسر وممكن نتكلم عن شركة فيسبوك الجدول بتاعنا ان احنا نتكلم عن شركة فيسبوك ان شاء الله المهم يا جماعة لو انت لسه اول مرة تسمعني ما تنساش شير سابسكرايب القناة اشترك للقناة فعلا لان انا محتاج اشتراكاتكم ومحتاج ان اللي يستفيد من الفيديو فعلا يكتب لي في الكومنت ما تنساش تعمل لايك شير سابسكرايب شكرا كان معكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جي المصري اشتركوا في القناة